السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك وصلى على سيدنا محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. اهلا بكم في قناتي المطبخ احنا معي شو. اجيت لكم النهاردة بوصفة حلوة جدا. هنعملها مع بعض. هنعمل معكم الحووشي بس بطريقة جديدة. يا رب تعجبكم. هنجي هنا معي المكونات معي كيلو نحمة مفرومة. نص كيلو بصل. طبعا الحووشي بيحب كمية البصل بقى كده وايه وتزاوديها شويتين تلاتة. وتحطي كمان فلفل الوان متوفر احمر اصفر المتوفر عندك بتحطي مش لازم حاجة اساسية زي ما انا كنا انا عاملها. وعندي حتة ليا كده داني هبدأ افرم كل المكونات كده مع بعض وهنزل بها على اللحم. هنا انا كنت بفرم البصل راولية وبعدين هفرم الفلفل. الفلفلة هبدأ افرمها. طيب انت اللي بتش عاوزة تفرميها اطعيها مكعبات صغيرة واضفيها. بس انا ولادي ما بيحبوش الفلفلة هتبقى ظهرة في الاكل فانا عاوزة ادفها لهم عشان طبعا فيها فاتمينات وعاوزة يعني اديهم ان شاء الله اي كيمة غزائية واحنا طبعا عاوزين نزود لهم الحاجات ديت للخضار عشان طبعا نزود المناعة عندهم. فانا بقدر ان انا اقوم فرموها كده ومدخلها لهم في ايه في اي وصفة انا بعملها ايه ندريها كده. وهنا هبدأ اضيف بقى البهارات معي. اه بهارات لحمة معي بهارات حواوشي. وبابريكا. والسبع بهارات. فلفل ابيض. فلفل اسود. اه حطيك كمان اه ارفة. اي نوع بهارات انت بتفضليه وتحبيه. الحواوشي ضفي له بهاراتك زي ما انت عاوزة. هنا انا بحط الملح وضبط الملح بتاعي. وحطيك كل من كونات البهارات اللي انا عاوزها وبحب اضيفها في الحواوشي. بيدي له ريحة وطعم في منتهى الجمع. خلاص دية المكونات والمكونات والبهارات اللي انا دفتاع للحواوشي. طبعا لازم تعجيني بقى بصي اخليتي كل المكونات دية كويس جدا جدا جدا. تمزجي كل البهارات مع البصل مع الفلفل مع اللحمة كده بقى زي ما انت شايفاني كده. عجينيها خليهم كلهم زي بعض مختلطين. تبقى العجينة بتاعة اللحمة كده معاكي كلها شكل واحد. خلاص. حلو قوي ما تعملي الحواوشي في البيت انضف بكتير صدقيني انضف بكتير. يعني الطريقة الحواوشي ديت هنا كان قطع بصرة كبيرة فا ايه باشتالها عادي. الحواوشي اللي انا بعمله النهاردة ده كنا جيبناه مرة فاعجبني فكرته. وسعره يعني عالي شوية. طب انا اخدت الفكرة قلت طب وانا ليه ما عملهوش في البيت واجربه. ايه هيبطلها طبعا احسن بكتير وانضف. وهتحط المكونات اللي انت عاوزاها. يعني ساعات مسلا بيصدف لنا ايام طبعا اي حد بيجيب ايه ايه اكل من برة. بكوني مسلا خارجة متأخرة جاية. اي ظروف بتحصل لك. فبتضطر اللي انت تجيبي اكل. فجي من يومها حووشي. فتلاقيته عاملة طريقة يعني الحووشي عاملة طريقة حلوة. وده الوحيد عندنا يعني يعتبر في دوميات بيعمل الحووشي كده. فانا قلت ايه هجربه. في اليوم ده انا جربته بس انا كنت بخبز العيش للحووشي. فقلت ايه كنت مستعجلة. فجبت العيش كده ايه من الفرن. وقلت ايه اعمله. ومرة تانية ان شاء الله هبقى خبز لكم العيش بتاع الحوشي. جبت العيش كده. وفتحته زي ما انتم شايفيني ممكن تقصيب المقاص بس هو كان سهل جدا يعني مش بسهل المقاص ولا حاجة. تجيبي بقى قطعة اللحمة طبعا بره بقى في المحلات مش هيحط لك اللحمة كده يعني. فانت بقى يا حبيبتي ده اكل البيتك والولادك زودي زي ما انت عاوزة. خلي كده الرغيف الحووشي حلو كده ومالي مركزه. ماشي تمام معي. يلا. ايه شوفي شوفي ما شاء الله. رغيف الحووشي. اهو. اهو. شوفي. لازم تملي كده الرغيف وايه. تخليه كده ايه يملي العين جميل كده. هنبص بقى في الصوب. هنحط كده. تمام? خلص كل الكمية اللي معايا. وهقولك بقى الاضافات الزيادة. تمام? خليكم ماشيين معايا خطوة خطوة. احشي كده ايه امني رغيف الحووشي كده واتوصي يا حبيبتم انت بتعملي. ايوه. لازم نعود اولادنا الحاجة اللي هم نفسهم يجبوها من برا. اه انا ممكن قالينا مازال نشتير حاجات من برا نجيب اكل دريفر ولا حاجة. تمام ماشي فهنجيبها مرة. بس انا بقوم بها ايه? اشوف ايه اللي دخل دماغهم ايه اللي ليفت نظرهم اللي هم عاوزينه. وهم اخد الفكرة مش عيب طبعا انت تشوفي افكار وتنفيزيها وتستغني عن الاكل اللي برا خالص انت عارفة طبعا بيبقى اكل بيتك معمول ازاي ان برا انت بتش عارفها معمول ازاي. فما مسلا مرة وتاخد فكرة هم عاجبتهم وتنفيزها لهم خلص ما عاشي خلص ما عاشي هيطلبوها اصلا انه برا ولا هيقولك هتهانا خلاص انت عملتها لهم في البيت طب هيتلبوها تاني ليه? مش عيب ولا حرام اللي احنا ننفز لولادنا كل اللي هم ما عاوزينه طبعا احنا عايشين عشان ننفز لهم كل حاجتهم. هنا خلاص انا رصيت كده الحورشي في الصاج في الصينية زي ما انت عاوزها وكونوا شغالة الفرن. هنا بقت كان التكاية بقى الزيادة. جبت جبنا شيدر عليها رومي عليها مرز الله وححشي كده سندودشي من جوه تمام? اها دي اول خطوة. ده بيسموه حووشي بيزة. ده عندي انا في نوميات بيسموه حووشي بيزة وهو تقريبا واحد يعني للوقت اللي انا عرفت هو واحد اللي بيعملوا وبسم الله ما شاء الله يعني لازم تحكيزي قبلها بمعادة عشان تروحي تقريبا. فانا قلت لا انا هجربوا بقى ازاي? لازم نجربوا. فتجيبي بقى الكده الجبنة معاكي بقى المرز الله طبعا عشان تلفت انتباههم كده. والشيدر ورومي. وتقوم الحشي عشان دوتش. حطي طبقة اللحمة. وبعدين حطي تشكيلة الجبن اللي عندك. ودخليه مع الفرن. خلاص. مشين كده خطوة خطوة. هنا كان خرج من الفرن. انا بقى ايه? هو لسه ما تحمس معي. فانا عاوزة ازود بقى التكاية كمان. على وش كده سندوتش من فوق. هتحطي برضو تشكيلة الجبن اللي عندك. تمام? اشوف الجبنة سايحة زي من جوة. حاجة كده جواعك وانت بتشوف الفيديو. جوة خلاص. يعني اعذروني لو انا بعمل فيه كده. انا بحط كده الجبنة. خلاص علشان دوتش من فوق. وهتحطي بقى ايه? فلفل. بس ولدي طبعا. كان عادي انا كنت عاوزة اعمله لهم بقى شكل كده وزبطه لهم. الفلفل ده تشال. وتحط على جب. برضو مفيش فايدة فيهم. بس انا رضيتهم. يعني انا حبيت برضو ايه? يعني اعمل لهم ما عاوزينه. واحبيت ارضيهم. فاسبتهم براحيتهم عادي لان انا عارف انا حط ايه جوة والكيمياء الغذائية ان شاء الله هتوصلون فمش مشكلة. فانا حطيت هنا كده ايه? فلفل كده من فوق. ممكن تحط زيتون. طماطن. ايه اللي انت عاوزة ضفيه عليه من فوق. هو بيزة. هم بيسموه حووشي بيزة. ديفي بقى اللي انت عاوزة كده عليه من فوق. تمام? وتتقالي عليها كده علشان ايه? هي هتخش الفرن بقى الوقت هيسح كل ده والجبن بقى يسيدي بقى يسيدة على كده. شوفي كده اهيت. احوش. جربي هيعجيبك جدا 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 جدا. وما عاديش هتجيبي حووشي من برا ولو انت لسا مجربتيش حووشي البيزة اده ضم ايه جربيه وعلى ضمانتي هيعجيبك قوي. تمام احو بحط كده. وبعدين هتخش دخلهم الفرن تاني. خلصي بقى كل الكمية اللي عندك بنفس النظام اللي انا عملته ده. امشيها خطوة خطوة. انت عصاقتيها اه. انت عملت اللحمة طبعا عصاقتيها وكده. سيبيها في التدبيل اللي انت عملتها لو اني ساعتين. بصي بتختلف جدا جدا جدا. لو انت بنستعجلة احشي الحووش على طول. لو انت بقى اه فيه وقت عندك سيبي اللحمة دي في التعصيجة لو ان ساعتين بتختلف الطعم كتير. حطي يا حبيبتي كده الجمنة وزويدي بقى. احوض. حطي كمان جمنة كده عشان ايه اسبت الفلافلة كده عليها. تمام. احوض. تمام كده. هندخلها ايه? هنخلص كده. تمام كده معي. هجيب بقى هنا جمنة مرزرلا وحطها كمان. فوق التشكيلة دي تديها سيحانة كده اكتر كده وزويدي يا حلوة. اهيض. جمنة مرزرلا بقى كده. معلش الجمنة بتوقع عادي عادي. هو عشان لو اش كان جاي عملاق. بصراحة عجبني فكرته حلو جدا. فكرته بصراحة عجبتني قوي قوي بس هو كان مزود بقى ايه شريح طماطن بقى او زيتون وكده. اه احنا بقى مش هنعمل الحاجات اللي هي مش بتتاكل كده وهتشاله هتترى ما يعني بلاش التطشط الزيادة او ايدي. تمام? وبعدين هدخلها بقى الفرن. ويطلع بقى رصه كده في الطبق. ويا سلام. يا سلام بقى بس بقى او ايه بقى? شوفي بقى الجمال ده. شوفوا شكل الجبن بقى وهي يا سايحة. ايه رايب? حطي بقى كتشب كده عليه من فوق. على ايه مونزرلة. ايه ايه ميونيز معلش? حاجة كده انا جوعت اصلا. انا جوعت وانا بسجله كل وقت الفيديو ده انا جوعت بصراحة. شكل شاندودشي فضيع. طعمه كان روع روع روع. شوفي بقى الشاندودشي بقى كده. حلو. كلف شاندودشي كده. مالي مركزه. حاجة كده جديدة. فكرة جديدة. هتعجبك اوي اوي اوي. ولو جربتي. وليلي بقى في الكومنتايت اللي انت جربتي وعجبك ولا لأ? وفكركم ايه رأيته فيها? يا رب يكون الوصفة دي هتعجبكم. لو انت بقى لسه معي يا حبيبتي اول مرة في القناة وتشوفينه ولسه مشتركيش طو انت مشتركيش ليه? اشترك في القناة. فعلي زر الجرس. عشان يختاري كلمة الكل عشان يوصل للك كل جديد. اول ما نزل فيديوهات تشوف فيها ان شاء الله. وشير الفيديو لكل صحابك وحبيبك وعرفيهم طريقة الحوابشي البيتزة الجديدة دي. وقللي ايه رأيك فيها? وانتظروا مني وصفات كتيرة. ان شاء الله الايام اللي جاية. شوف شو شو شكل الشاندودش. خلاص. خلاص كده. يعني يقولك خلاص قديني بقى وكليني. حطي بقى جنبه بقى زيتون زي ما انت عاوزة بقى شبسي. وده الشكل النهائي للحوابشي البيتزة. يا رب يكون الوصفة عيجيبتكم. وتكون والد اعجابك. وانتظروا مني حاجات كتير جدا. والى لقاء في حلقة جديدة من حلقاتي. المطبخ احلى مع الشروق. مع السلام. شكرا. 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 شكرا.